بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد إخوتي في الله إن العدل من أعظم القيم في الإسلام التي أمر الله تعالى بترسيخها وتطبيقها قال عز وجل إن الله يامر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربع وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون وهو نقيد الجور وضده وما قام في النفوس أنه مستقيم أما في الاستلاح الشرعي فهو وضع الشيء في موضعه الذي أمر الله تعالى أن يوضع وبعبارة أخرى هو موازنة بين الأطراف بحيث يعطى كل منهم حقه دون بخس ولا جور عليه وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر الناس عدلا وسيرته الشريفة ينبوع متضفق لكل القيم النبيلة ومن أعظم الذلائل على ذلك أنا مرأة من بني مخزوم سرقت فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فعاذت بأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لو كانت فاطمة لقطعت يدها فقطعت والعدل قامت به السماوات والأرض قال سبحانه إن الله يأمركم أن تودوا لما نات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعيذكم به إن الله كان سميعا بصيرا ولهذا يجب على الإنسان أن يعدل في معاملته مع نفسه ومع أبنائه وأسرته وجميع الناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل أعطى أحد أولاده أكثر من بقية إخوانه فقال أيها الناس اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم وأوجب الله تعالى العدل في كل شيء ونهى عن الظلم في كل شيء ويتأكد ذلك في العدل بين الزوجات قال عز وجل فإن خفتموا أن لا تعدلوا فواحدة وقال سبحانه أيضا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتضروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما فالآيتان تدلان دلالة صريحة على وجوب العدل بين الزوجات ومن صور العدل العظيمة أن يقوم المسلم بتبني قيمة العدل مع الأعداء فلا يجر عليهم ولا يبخصهم ترجمة نانسي قنقر